بسم الله الحق بسم الله العدل بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور الكريم يسرنا أن نتقدم لكم بخالص التهاني وأصدق الدعوات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات في بدء مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين عام 2024 يسعدني أن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر لمعالي الوزير المستشار حافظ بيك عباس رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لاستجابته الفورية إلى طلب الإشراف القضائي من خلال هيئتنا الموقرة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 24 مساهمة من سيادته في إرساء قواعد العدالة في مصر كما نتوجه بخالص الشكر إلى معاليه على تواصله الدائم مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات على مدار الساعة فضلا عن تفقده للجان الفرعية المشرفة على الانتخابات للإطمئنان على سير وانتظام العملية الانتخابية ليخرج المشهد الانتخابي برمته بشكل حضاري يليق بمكانة نقابة المحامين المصرية العريقة بوصفها ركن ركين من أركان العدالة في مصر الحضور الكريم تمت العملية الانتخابية التي بدأت صباح يوم السبت الموافق 23-23-24 بمشاركة عدد 612 مستشار وعدد 1072 من أمناء سر اللجان موزعين على 488 لجنة فرعية وعدد 37 لجنة عامة في أجواء اتسمت بالحياد الكامل والنزاهة الجلية بزل فيها السادة المستشارين أعضاء الهيئة القضائية وأمناء سر اللجان الجهد المضني في ظل ظروف الصيام لاستيعاب الإقبال الكبير من الناخبين لتمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب وهو ما حدا ببعض اللجان إلى الاستمرار في عملية التصويت إلى ما بعد موعد غلق باب التصويت الذي كان مقررا له الساعة الخامسة مساء حيث تم المد إلى موعد رفع أزان المغرب وأعقب ذلك قيامهم بعملية فرز الأصوات وتجميع النتائج والتي استمرت حتى عصر اليوم التالي ومن هذا المنطلق أتوجه بالشكر للسادة المستشارين الأجلاء أعضاء النيابة وأمناء سر اللجان العامة والفرعية على ما بزلوه من جهد شاق وعمل دقوب وأداء مشرف نال احترام الجميع كما أتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة بالنقابة على حسن تعاونهم من اللجنة القضائية العليا للانتخابات والعمل على تزليل أي عقبات إدارية أو لوجستية إلى غير ذلك من أمور كان لها بالغ الأثر في إنجاح العملية الانتخابية كما أتوجه بالشكر والتقدير لرجال الشرطة المصرية لما بزلوه من جهد في تأمين إرادة الناخبين من محامي مصر وتوفير مناخ آمن للإدلاء بأصواتهم والآن أتشرف أن أعلن لسيادتكم نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين بجمهورية مصر العربية حيث بلغ إجمالي عدد المقيدين من السادة المحامين مما لهم حق التصويت 322.152 محام حضر منهم عدد 59.490 ناخب وبالتالي أضحت نسبة المشاركة 18.47 من 100% وقد أسفرت أعمال الرصد والفرز عما يلي حيث تقدم أو تنافس عدد 29 مرشح على مقاعد الإدارات القانونية أسفرت نتيجة الفرز والرصد على النتيجة التالية فوز كل من 1. أسامة إبراهيم حامد سلمان حيث حصل على عدد 15.695 صوت 2. حسام سعيد أحمد مصطفى حيث حصل على عدد 12.910 صوت 3. أحمد حسان علي محمد سالم حيث حصل على 11.444 صوت 3. وتنافس على مقاعد محاكم الاستئناف 4. عدد 223 مرشح 5. أسفرت نتيجة الفرز والرصد عما يلي 1. أسفرت النتيجة عن فوز كل من 1. دكتور أبو بكر محمد أحمد ضوة 6. حصل على 16.401 صوت 2. الأستاذ محمد عبد النبي عبد الوهاب عبد اللطيف وحصل على 12.272 صوت 3. الأستاذ مجدي ناجي أحمد سخي وحصل على 11.882 صوت 4. الأستاذ ناصر عبد الحق المرسي وحصل على عدد 10.886 صوت 5. الأستاذ محسل لطفي محمد علي سالم وحصل على 9.336 صوت 6. الأستاذ محمد خلف حسين وحصل على 12.293 صوت 7. الأستاذ محمد عبد العظيم أحمد فرغلي وحصل على 12.348 صوت 8. الأستاذ هارون أحمد عبد الرحمن الأستاذ عبد المجيد هارون أحمد عبد الرحمن وحصل على 16.761 كما أسفرت النتائج عن فوز كل منه الأستاذ ممدوح علي عبد العال عبد المنعم وحصل على 13.371 الأستاذ إبراهيم عز العرب ولقبه فؤاد أحمد وحصل على 13.164 صوت الأستاذ سعيد سيد علي عبد الخالق وحصل على 13.108 صوت الأستاذ محمد سيد سيد أحمد هيبة وحصل على 12.046 صوت الأستاذ ورداني عبد الرحمن حسن توني وحصل على 12.022 صوت الأستاذ محمود محمد الداخلي هنداوي وحصل على 12.874 صوت الأستاذ محمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم فزاع وحصل على 11.693 صوت الأستاذ عيسى عبد الحميد محمد أحمد عيسى وحصل على 11.019 صوت الأستاذ عمر جلال حسن محمد هريدي وحصل على 10.793 صوت الأستاذ ربيع جمعة رزق مرسي وحصل على 10.715 صوت الأستاذ محمود علي مصطفى محمد تفاحة وحصل على 10.608 صوت الأستاذ سيد جابر عبد العالي السيد وحصل على 10.437 صوت الأستاذ أحمد أسامة محمد أحمد وحصل على 10.420 صوت الأستاذ عمر إبراهيم محمد إبراهيم وحصل على 10.314 صوت الأستاذ محمد إبراهيم علي إيسى وحصل على 10.228 صوت الأستاذ السيد حسن أحمد حسن وحصل على 10.196 صوت الأستاذ محمد راضي محمد مسعود وحصل على 10.032 صوت هذا بالنسبة للفائزين بمقاعد الإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف أما من تقدم للترشح لمنصب نقيب محامي مصر فقد تنافس على هذا المنصب عدد 14 مرشح أسفرت النتيجة عفوا قبل أن أتلوا النتيجة أريد أن أوضح لحضراتكم أن عدد أصوات الحاضرين 59.490 صوت عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لمنصب النقيب 58.477 صوت عدد الأصوات الباطلة 1013 صوت وإليكم بيان بمجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من السادة المترشحين لمنصب النقيب واحد أسامة الششتاوي فتحي الششتاوي عدد 168 صوت الأستاذ أسعد عبداللظيف أمين هيكل 99 صوت الأستاذ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب 97 صوت الأستاذ أيمن عبدالعزيز محمد أحمد 52 صوت الأستاذ حماد عبدالله محمود أحمد 32 صوت الأستاذ خالد كمال حافظ محمد 31 صوت الأستاذة دعاء محمد محمد عبدالعجوز 274 صوت الأستاذ سامح محمد معروف عبدالله عشور 20316 صوت الأستاذ طارق جلال محمد حسن 346 صوت الأستاذ عبدالحليم علام عبدالحليم علام 23955 صوت الأستاذ فرج عشور محمود محمد 314 صوت الأستاذ محمد رجب أحمد البرديسي 372 صوت الأستاذ نبيل حسن عبدالسلام مرسي 12087 صوت الأستاذ نبيل فزيع فرج خليل 334 صوت وبذلك يكون تشكيل مجلس نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية 2024 على النحو التالي الأستاذ عبدالحليم علام عبدالحليم علام نقيبا للمحامين ثانيا الآتي أسماءهم ممثلين للإدارات القانونية الأستاذ أسامة إبراهيم حامد سلمان الأستاذ حسام سعيد أحمد مصطفى الأستاذ أحمد حسان علي محمد سالم ثالثا الفائزين على قاعد محاكم الاستئناف الأستاذ دكتور أبو بكر محمد أحمد ضوة الأستاذ محمد عبدالنبي عبدالوهاب عبداللطيف الأستاذ مجدي ناجي أحمد سخي الأستاذ ناصر عبدالحق المرسي الأستاذ محصر لطفي محمد علي سالم الأستاذ محمد خلف حسين الأستاذ محمد عبدالعظيم أحمد فرغلي الأستاذ عبدالمجيد هارون أحمد عبدالرحمن الأستاذ ممضوح علي عبدالعال عبد المنعم الأستاذ إبراهيم عز العرب الأستاذ سعيد سيد علي عبدالخالق الأستاذ محمد سيد سيد أحمد هيبة الأستاذ ورداني عبدالرحمن حسن التوني الأستاذ محمود الدخلي هنداوي الأستاذ محمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم الأستاذ عيسى عبد الحنيد محمد أحمد عيسى الأستاذ عمر جلال حسن محمد هريدي الأستاذ ربيع جمعة رزق مرسي الأستاذ محمود علي مصطفى محمد طفاحة الأستاذ السيد جابر عبد العالي السيد الأستاذ أحمد أسامة محمد أحمد الأستاذ عمر إبراهيم محمد إبراهيم الأستاذ محمد إبراهيم علي عيسى الأستاذ السيد حسن أحمد حسن الأستاذ محمد راضي محمد مسعود علما بأنه جاري رفع كافة النتائج على الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين ويمكن للجميع الإطلاع عليها تباعا شكرا لخضراتكم وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة